كلام حلو، كلام متزين، كلام ثقيل، كلام رئيس عينة مليانة من البطولات لكن فيه سؤال مهم جداً إيش سالفة الجماهيرية والعالمية اللي بشكلها الجديد اللي يبغي يسويها الهلال نسمع أحنا هدفنا تعزيز ونشر العلامة التجارية للهلال وجلب متابعين ومشاهدين والله الحمد يعني أنت شفت الدوري سيدي ولي العهد دوري قوي الآن التنافس كان لآخر لحظة لا في التحقيق الدوري ولا في الهبوط فهذا دليل على قوة دورينا إن شاء الله ومتابعتها في الخليج وفي العالم العربي وإن شاء الله نعمل إحنا الهلال والأندي الأخرى لتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل فهدفنا بكلمة العالمية وهو أننا يكون عندنا محبين ومتابعين ومشجعين في كل البقاع كيف أبعدت اللعيبة عن جوض الغضايا؟ أحنا دائما نركز داخل الملعب سبقا تحدثنا عن كثير من الأشياء التي تحدث خارج الملعب إذا طلع فيها بيان رسمي فمعناتها وصلت إلى حدها أما لقاويل وتشتيتنا خارج الملعب الحمد لله هاليدار الآن ثلاث سنوات لم تركز خارج الملعب تعمل على تحقيقها البطولات وهو هدفنا نعدهم بأننا قدرنا وقدرهم أن كل بطولة نشارك فيها نعمل لتحقيقها الجميع قدر الثقة إن شاء الله والحمد لله أننا نعمل جاهدين وبدعم محبيننا وبدعم مشجعيننا لتحقيق هذه البطولات أشكر الجماهير الهلالية أشكر القوة الزرقة التي وقفت ودعمونا وتعبوا معنا فنشكرهم جزيل الشكر نتمنى منهم إن شاء الله أنهم يريحونها الشهر ويعودون لنا بموسم أقوى فهم عنصر أساسي معنا أشكر كل العاملين والعاملات في نادي الهلال أشكرهم جزيل الشكر وختاما أشكر داعمنا لأمير وليد بن طلال الله يحفظ ويخلي لي يعني داعم بشكل عام لنادي الهلال وإدارات الهلال على المستوى المادي والمعنوي وعلى المستوى الخاص كان داعم كبير لإدارتنا وأنا على المستوى الشخصي فأشكر جزيل الشكر أنا عد كم بطلات الهلال ما عد كم بطلاتي أنا جزء أعمل مع فريق كبير لخدمة هذا الكيان والحمد لله شكراك أنت كان عندنا هدف أن نتعدى سنواتنا لأربعة وستين الحمد لله لحين تعدينها إن شاء الله بنوسع الفارق دائما